ولتعليق على ما جاء في بيان قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني دكتور أيمن سلام الله عليكم يعني وثق تقرير صدر عن قسم حقوق الإنسان بالأسماء بمئة واثنين وثمانين حالة قتل للمتظاهرين وهو بطبيعة الحال أكثر من العدد الذي ورد في تقرير اللجنة الحكومية للتحقيق بشأن قمع التظاهرات هل نفهم من ذلك دكتور أن هناك محاولات للتضليل بشأن الإحصائيات الحقيقية؟ عليكم السلام ورحمة الله بداية الحكومة دعبت على التقريب من خسائر البشرية للجرائم المرتكبة من قبلة قواتها وميليشياتها والجهات التابعة لها والأدلة على ذلك لا حصر لها في الحقيقة فالتمويل حاصل أخي الكريم والهدف منه معلوم ولكن التقارير التي تستمد على معلومات ذات مصداقية وشهادات وغثائق وأدلة هي بالمرصاد حقيقة للمحاولات الحكومية البائسة الهادفة إلى هدف دماء العراقيين وتجاهل آلامهم ومعاناتهم هنا جاء التقرير ليثبت طبعا وهذا هو الجزء الأول من هذا التقرير هناك جزء ثاني سيصدر قريبا إن شاء الله ويتضمن مع الأسف الشديد هناك بحايا يعني يتضمن بحايا آخرين نعم سواء من البحايا القتلى أو المعتقلين نعم أو المختفين قسرا وسيكون هناك تفاصيل كاملة إن شاء الله طيب دكتور التقرير حمل الحكومة المسؤولية الأولى عن قتل المتظاهرين السلميين وذلك بإجراءات متعددة منها على سبيل المثال للحصر منع إسعاف الجرحى والذين كان من الممكن إنقاذ حياتهم فيما لو تم إيصالهم إلى المستشفى هل هذا الإجراء يدل على انتهاكات لحقوق الإنسان دكتور؟ طبعا أخي الكريم يعني هذه الحكومة هي المسؤول الأول طبعا نحن الحكومة بأحزابها المتاركة فيها والميليشيات التابعة لها وقواتها الأمنية والعسكرية بمختلف مسمياتها هي المسؤول الأول عما جرى ويجري في البلاد فلا أحد يحمل السلاح إلا بتخيص منها أو بموافقة منها وهنا طبعا تثبيت المسؤولية لأنه يعني على الحكومة وتم التأكيد على أن الحكومة هي المسؤول الأول لأنه معظم التقارير التي صدرت في الآمنة الأخيرة كأنما تريد تقليل من هذا الأمر أو دفعه باتجاه بعين دون آخر نعم أخي الكريم يعني إثبات المسؤولية الجنائية على الحكومة كما هو وارد في تقليل قسم حقوق الإنسان يضع الحكومة الحالية في العراق تحت الوصاية الدولية لأنه يعني الحكومة من واجبها حماية المواطنين فإذا بها الآن الحكومة الحالية طبعا وسابقاتها أيضا يعني ولغت بدماء العراق طيب دكتور النتائج التي خرج بها التقرير الحكومي تجاهلت ذكر المتسببين المباشرين بقتل المتظاهرين لكنها اكتفت بجملة عفاءات لعدد من القادة العسكريين والشرطيين في العراق تعتبر أن هذا إجراءا مناسبا دكتور أيمن؟ أخي الكريم التقرير الحكومي يعني قراءة سريعة فيه يؤكد يعني ما ذهبنا إليه في مناسبات سابقة لأن مستوى التحقيق الحكومي يعني هذا المستوى المتستر على جرائم الحكومة وقواتها الأمنية والميشات التابعة لها هو نفسه يعني بنفس الوقت يكشف يعني الافتراءات والأكاديد المعتمدة من قبل الحكومة في جميع التقارير السادقة الصادرة عنها نعم هذا ماذا يصبح بأن يعني يعزز حقيقة أن الحياة مفقود بالنسبة للقضاء بالإضافة إلى عجل القضاء المقاضات المرتكبين لطبعا الضغوط السياسية المعروفة دكتور تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين يعني أكد من خلال البيان تعامل الحكومة مع التظاهر السلمي ما هو إلا فضح لحقيقتها القمعية الدموية لكن لماذا نراقب صمتا من المجتمع الدولي ما الواجب فعله لكي لا يفلت المذنب من العقاب؟ هو الحقيقة فيه يعني أنا أفهم الموقف الدولي اليوم باعتباره صدمة بين قوسين لماذا؟ لأنه كانت الحكومات في العراق تسوق نفسها في الأرواق الدولية وفي المحافل السياسية على أنها حكومات منتخبة حكومات لها شعبية حكومات جاءت عن طريق السناديق لإقتراع فاليوم لا أحد يجرؤ يعني صمت المجتمع الدولي اليوم هو إدانة مبطنة للحكومة لأنه هذه أعتقد ستكون نقطة تحول في العام الدولي التصرفات الحكومية وإظهار الوجه يعني الوجه الكالح للحكومة الدموية الفاسدة الوالغة بدماء العراقيين وهذا سيغير من تصور المجتمع الدولي للحكومة في العراق والأيام القادمة ستبين لنا ذلك بإذن الله تعالى من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني شكرا جزيلا لكم